يعني رث الكثيرون نعوا نور الشريف الفنان نور الشريف وليس فقط من الوسط الفني وإنما أيضا في عالم السياسة ومن مخرجين ونقاد هنا من عالم السياسة خالد الخليفة من البحرين وزير الخارجية قال رحم الله الفنان العربي الكبير نور الشريف اللهم اسعده بالجنة كما اسعدنا في حياته وفاة نور الشريف هند صبري زميلته من جيل جديد تقول سأظل دائما متذكرة وفخورة بلقاء به في عمارة عقبيان نور الشريف حاضر بيننا بأعماله ولمسته الخاصة في حياة كل من مر بهم تغريدة من خالد النبوي الممثل المصر المعروف قال قلت لي أوعد خاف من الفشل في السينما يا خالد خاف من عدم الاستمرار المهم تستمر وحتنقح وقلت لي أنك اتعلمت من فريد شوئي نور الشريف وداعا كارول اسماحة من لبنان أيضا غردت قائلة الكبار يرحلون لكنهم باقون في ذاكرتنا إلى الأبد شكرا نور الشريف على كل ما قدمته لنا من أعمال خالدة للشاشة العربية يسري نصر الله أيضا بحزن بالغ عرفته بوفاة الصديق الفنان نور الشريف أخلص التعازي لعائلته ولكل المقربين له وللجمهور الذي أحبه وبادله نور الحب أخيرا خالد حمد وداعا للفنان والأب والأستاذ نور الشريف الله يرحمك ويحسن إليك فقدنا إنسانا محترما وطيب ومثقف وفنان لا أذكر أنني فضيلة سمعت مشكلة عن نور الشريف طوال دائما هناك أشياء إيجابية حتى المرح البشاشة يعني وأعماله هي التي ستبقى تتحدث عنه يوسف لفتتني أحد التغريدات اليوم أيضا التي قالت نور الشريف ربنا يرحمك ويغفر لك بقدر ما أسعدتنا والله تغريد جميلة طيب سنخرج من يعني جو الرثاء ويعني نعي نور الشريف لنتوجه إلى الصور الأكثر تداولا على وسائل التواصل الاجتماعي هذه الصورة نتوقف عندها اختبأ فوق رؤوس الشرطة خمس دقائق وهم يبحثون عنه من أكثر الصور انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الرجل وهو مختبئ بهذا الشكل فوق سقف بيته هناك صورة أخرى أيضا بريطانيا فيها حديث كثير وكلام كثير لم ننتقله عن موضوع مشكلة أسعار الألبان الحليب بشكل مباشر هذه قضية فعلا كبيرة في بريطانيا الآن تشغلها وبالتالي صور بائعي الحليب والمزارع جاءوا بالأبقار إلى محلات بيع الحليب صورة أخيرة هنا صورتان انتشرت بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين من تركيا أثناء عملية التحليق بالمنطاض وصورة سلفي لهما تم تنقلها بشكل كبير لا أعرف صور كثيرة الحياة تستمر نعينا نور الشريف ولكن وسائل التواصل الاجتماعي فيها الكثير من القضايا التي طرحناها الآن وسنعود أيضا غدا لطرحها نكتفي بهذا القدر اليوم